موسيقى أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الأديب والناشط الأردني الدكتور مهدي العلبي تابعوا حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة ولكن بعد نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد الاعتذار عذرا بلادي عذرا بلادي يا حبيبة معذرة فكلامنا دون الحمية ثرثرة أصواتنا صمت ويعلو كلما صاحت بلاد في العباد مكبرة الله أكبر الله أكبر والكلام يلفنا الله أكبر والمدافع ممطرة ماذا أقول لما تبقى من أخ تحت الركام وكل شيء أنكره الغرب والأعراب والأغراب والسلم المشوه والعيون المبصرة ما شيعوه وكان يمشي بيننا كنبي قوم في تمام الآخرة ماذا أقول لطفلة في قتلها سقطت على عري البلاد لتستره لم ينج من ذئب القنابل لحمها حمراء تحسبها المنية مقمرة لم تبكي لم تحفل بقاتلها الذي يحيا بخوف في ظلال مجنزرة ماذا أقول لأمة مثل الدمى رقصت على وقع الأصابع مجبرة ترمي بها صوب الدعاء إذا أتى دور الإمامة للوجوه المدبرة فيعيدها مرياعها صفا كما شاءت كلاب الحكم ساعة مقدرة لا دين للموت لا دين للموت الذي حمل التقى والنار في جنبيه ترجو المغفرة يا موتنا يا موتنا عش ساعة ما بيننا كي تعرف السكرات طعم المجزرة من فرط ما رأت العيون أحبتي قتل استحالت كل عين مقبرة بعد هذه الجولة في رحاب القصيد الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي أسعد الله وأوقاتكم معكم الكاتب الفلسطيني مهر تميزي وهذا كتابي هو دروب حائرة صادر عن دار الرعاع بتعاون مع جسور الأردنية وهو عبارة عن مجموعة قصصية متنوعة ومختلفة بها المعاناة المرأة وبها أيضا معاناة الرجل أيضا وأيضا بها انتقاد لبعض المواسات الاجتماعية الموجودة في المجتمع وحتى تتضح لكم الصورة بشكل أفضل سأقرأ عليكم بعض القصص القصيرة جدا حوار يتبدلان أطراف الحديث في أمور السياسة اشتد النقاش بينهما وتعالت أصواتهما بعد برهة من الزمن دخلت زوجة الأعمى وهي تحمل لهما القهوة وما زال زوجها يتحدث مع صديقه وبصوت مرتفع حتى انتفخت شرائين رقبته سألته زوجته مع من تتحدث أجابها مع صديقي عبد قالت له كف عن الكلام لقد أجهدت نفسك كثيرا وصديقك يغوص في نوم عميق وأخترت لكم أيضا قصة أخرى مدمن بعد أن صار مدمنا على الحبوب المخدرة بدأ يرى أشياء غريبة لا وجود لها في الواقع اعتقلوه بعد أن حاول طعن سائحة في لحظة اضطراب عقلي ودخل السجن في السجن حاول التخلص من الإدمان بالصلاة والتقرب إلى الله فتقرب منه رجال الدين فخلصوه من إدمان الحبوب وأدخلوه في إدمان الإرهاب وشكرا الخط العربي هذا الفن الجميل أبدأ فيه بعض الخطاطين وقدموا لنا نماذج جميلة كانت له مساحة طيبة في حلقة هذا اليوم السلام عليكم ورحمة الله يعطيكم العافية أعزائي المشاهدين الآن في عندنا المتدربين ومحبي الخط مشكلة في الأدوات يعني دائما أدوات الخط هي الهاجز عند الخططين الآن نتعرف على بعض الأدوات يعني ممكن من يكون منها جاهز وممكن من يجهزه نحن وبأنفسنا عندنا القصب وهو أنواع في عندنا اللي هو البامبو وفي عندنا قصب مستورد الإندونيسي هندام في عندنا أنواع قصب إيراني أنواع من القصب كثيرة ولكن الآن أنا ما حصلت القصب الآن أنا في بعض مراحل يعني كنت يعني أكتب فيها فلا أجد مثلاً القصب عندي أعواد الأكل الصينية قمت بنحتها من الجهتين وإن شاء الله ننحت قصب نحتها من الجهتين وقطيتها بالمقط وكتبت فيها بكل أريحية وكانت كتابة جميلة يعني هذه الأعواد الصينية تقط من الجهتين وتكتب بها بكل يعني إنسيابية وجمال فهذه من أحد الخيارات بالنسبة للمبتدئين أو من لا يجدون الأدوات هذه مثلاً بلاستيك أكريليك نفس العملية استخدمت فيها الآن هذه أيضاً جزء من أي قطعة خشب واستخدمت يعني فعاليتها تكمن في أنها يعني تشبه أو يعني تقترب من تفاصيل البامبو وهو أصلاً هو خشب يعني في النهاية الآن هذا قلم عادي يباع في السوق هو قلم حبر طبيعي وهذا جزء صغير جداً من القصبة يعني هو قطعة صغيرة من القصبة بإمكاننا نحتها وإن شاء الله نأخذ يعني كيفية النحت ونضعها على هذا المقبض فتصبح قلم جميل أيضاً أستطيع أن أكتب به أيضاً بكل سلاسة وهو قلم جميل لأنه أصله يعني أصله بامبو يعني أصله القصب الذي أنا أريده ونظافة في الكتابة يعني رائع صراحة هذا خيار من الخيارات أيضاً التي يمكن أن أعتمد فيها وطبعاً في السوق الآن موجود فيه الكثير من الأنواع من القصب الآن كيفية نحت القصب كيفية نحت القصب أنا أحتاج إلى القصبة أحتاج إلى كتر أو مشرط أو سكين يعني بأي نوع من الأنواع وبكل بساطة أثبت القصبة في مكان معين ثم أبدأ على بعد إبهام يعني تقريباً أربعة أو خمس سانتي أفتح القصبة اللي هي عملية أولى عملية فتح القصب يعني طبعاً إذا كانت نوعية القصب ممتازة الآن هذا من النوعيات الممتازة فهو صلب جداً نفتح إلى يعني هذه عملية الفتح الآن إلى متى أقف أقف في الفتح القصبة إلى مرحلة شحمة القصبة وهي الجزء الآخر من القصبة الجزء المستقيم يعني أن تكون القصبة وصلت إلى شحمتها يعني أزلت الجوانب ومحيط القصبة أزلته ثم وصلت إلى الجزء اللي هو يعني المستقيم صارت هناك استقامة الآن بعد ما أوصل لهذه المرحلة أستطيع أن أقص عن طريق المقط هذا الجزء يعني وهو يعني صراحة قوي وصلب هذه القصبة يعني أحررها هذه القطعة فأصبح إن هذا الشكل الآن أستمر في غيرت الأداء حتى يعني لا مشكلة في الأداء المهم النتيجة الآن وصلت إلى الشحمة هذه تسمى شحمة القصبة الآن عندما أصل لشحمة القصبة من الجنبين بتناظر بتناظر يعني يكون هناك تناظر في القط أحدد سماكة الكتابة يعني القصبة يعني أنا بدي 2 ميلي بدي 1 ميلي فأحددها عن طريق الجوانب ثم بعد ذلك حددتها الآن أقط بميل الميل يعني عدة يعني عدة آراء فيه وميل حسب الخط وميل حسب راحة اليد أنا أعتقد أن راحة اليد هي الأساس في ذلك يعني هناك زاوية للخط ولكن الزاوية أيضا يتحكم فيها ميل الطاولة التي أمامك وراحة يدك وهذه آخر خطوة وهي هذه خطوة التي هي القط النهائية قط رأس القصبة تحتاج إلى قوة وتسمع صوتها الآن أصبحت جاهزة نستطيع أن نستخدم سنفرة ورق الحف لأيضا تنعيم هذه يعني القصبة وثم نجرب الكتابة الحاجة إلى تنعيم أيضا ونعمها ثم أكتب يعني هذه هي النتيجة طبعا أنا ممكن أهتم بها أكثر وأعملها أكثر وأنت كذلك تستطيع أن تعمل قصبتك بيدك وهذا أفضل لأن أنت كخطات تعرف راحة يدك وتعرف ما هو الذي يناسبك شكرا جزيلا لكم أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الأديب والناشطة العردينية دكتور مهدي العلمي فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي أهلا وسهلا بك أهلا بكم مرحبا أستاذ الحمد ضيفا عزيزا على فضاءات وعلى رأسي أخليك شرف عظيم أني أكون في هذا البرنامج الناجح وبرنامج فضاءات وأنا أكون في هذه القناة الفضائية الناجحة أنا تنرفدين الفضائية مع إنسان محترم محبوب جدا جدا من الجميع الله يبارك فيك وسلمك دكتور أنت أنت مدرسة الذوق رفو يا سيدي واللياقة يعني كل شيء جميل شكرا جزيلا يا مرحبا بداية الدكتور حضرتك عضو ناشط في كثير من الأندية الثقافية العردينية ولديك صالون ثقافي تحت عنوان صالون مهدي العالمي الثقافي بيدي أن نصلط الضوء على نشاطات صالونيكم يعني ما طبيعة النشاطات ويعني دائما يعني قيادات المنتديات الثقافية يحاولون أن يتميزوا في نشاط موعيا بيدي أن أيضا نقف على حالة التميز أو الاختلاف بين صالون مهدي العالمي والصالونة الأخرى حاضر يا سيد الفاضل يعني تقريبا من حوالي ست سنوات خطرت على بالي فكرة في منزلي يوجد عند طابق أرضي وهذا الطابق الأرضي يعني قلت لماذا لا أقوم باستغلاله أنا رجل يحب الثقافة يحب المحاضرات يحب الندوات يحب أمسياتي الشعرية يحب إشهار الكتب وأيضا لو سألت عني يعني أين تجدني تجدني في المركز الثقافي الملكي تجدني في اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين تجدني في رابطة الكتاب تجدني في مؤسسة شومان ومنتدى شومان أنا التقيتك في كل هذه المؤسسات أشكرك جزيل شكر فقلت في نفسي يعني لماذا لا أقوم باستغلال هذه المساحة الموجودة في منزلي استغلالا ثقافيا لكن أردت أن يكون هذا الاستغلال الثقافي على شكل صالون ثقافي باسمي وأسميته صالون الدكتور مهد العالمي الثقافي أردته أن يكون مميزا كيف أجعل منه صالونا مميزا قمت أولا بتأطير ووضع كل الشهادات التي أحملها شهادات العلمية من البكالوريس إلى الماجستير إلى الدكتورة شهادات الشكر والتقدير الدروع التكريمية جميعها قمت بتعليقها على الحوائط الخاصة بهذا الصالون وبشكل جذاب وجميل وبنفس الوقت أحضرت الكراسي وأحضرت الطاولات المهمة وقمت أيضا بأحد الغرف وضعت فيها مكتبة جميلة جدا جدا وضعت فيها كل مؤلفاتي من أجل أني أجعل هذا الصالون شيء فريد من نوعه إلى الدرجة أستاذ محمد أنه كتبت عنه الصحافي صحيفة الدستور كتبت عنه وقالت أنه صالون فريد من نوعه أيضا أحضرت أشياء ملفتة للنظر مثلا عندي نسخة من القرآن الكريم عمرها مئة عام وضعت في هذا الصالون عندي وسام ملكي لجدي المرحوم بدو العلمي لأنه كان يشتغل في التعليم وأعطى إياه أو منحه إياه جلالة الملك الرحل الملك الحسين بن طلال أيضا وضعت هذا الوسام عندي مجموعة القوانين الفلسطينية من حوالي ثمانين عام مجلدات فكل هذه الأشياء وضعتها أستاذ محمد بالصالون إضافة إلى أنه جعلت صالوني إجابة على سؤالك بماذا يتميز هذا الصالون عن غيره من الصالونات الصالونات الثقافية والسياسية والأدبية عادة إلها جروب خاص يعني ليست جروبات عامة أو مجموعات عامة أستاذنا الكريم وإنما بيكون فيه هناك 30 شخص أو 40 شخص فقط لا غير في هذا الصالون ويحضروا لكل جلسات هذا الصالون أنا قلت يجب أن يكون هذا الصالون الخاص فيه صالون عام وبالتالي يجب أن أوجه دعوة إلى عموم الناس حتى أعمم الثقافي وأعمم الاستفادة الثقافية ونجحنا في ذلك إضافة إلى أنه يعني فتحت أبواب الصالون إلى كل منتدى إلى كل صالون آخر لا يوجد عنده مقر والتنوب أرحب بكم مجانا؟ نعم مجانا جميل أكيد مجانا هناك منتديات تؤجر صحيح صحيح هذا الحكي فقمت بإستضافة عدة صالونات في صالون الثقافي وهذا الحقيقة لاقى قبول جدا من الوسط الثقافي يعني من هذه المبادرة وفعلا أنا حضرت قبل فترة انتخابات لجمعية سماء الثقافة مصموط صحيح هذا الحكي التي ترأسها وخطنا الأديبة هي مضمرة آه والله صحيح كانت في صالونك وهذا شرف انتخابات وفي نفس الوقت عملنا في المدة الأخيرة أمسيات أنا أسميتها أمسيات الجمعة الثقافية والحقيقة الناس يستغربون لماذا في الجمعة لأنه جمعة ما بيكون فيه هناك ازدحمات سير لأنه فيه كثير من الناس يوم الجمعة يعني الفترة المسائية بتكون بالنسبة لهم فترة يعانوا فيها من الفراغ وبالتالي يعني كان رهان أنه هل ستنشح هذه الأمسيات الخاصة بيوم الجمعة أسبوعيا يقام الصالون كل أسبوعين كل أسبوعين لكن بعض المرات بأي ساعة عادة عادة الساعة السادسة كل أسبوعين يعني عندنا هلأ محاضرة لبروفيسور الأستاذ الدكتور محمد وهيب عالم الآثار تحت عنوان عجائب الأردن السبعة في المئوية الثانية جميع وانتهز هذه الفرصة يعني دعوة أوجهها لجميع أهلا وسهلا في الجميع لا نشترف إلى صالوننا الثقافي من خلال هذا البرنامج الرائع الناجح لا نشترف فقط تقاب نشاطات ثقافية في الصالون أم هناك نشاطات سياسية وأيضا نشاطات فنية يعني أيضا أنا وجدت بأن الحياة الثقافية في شهر رمضان المبارك في كل عام تكاد تتوقف طبعا قبل الغروب لا نستطيع لأنه بتكون يعني الناس صائمة مؤكد وبعد صلاة التراويح أنا سألت نفسي قلت لماذا لا نقيم نشاطات ثقافية وفنية وبالتالي أقمت أمسليتين فنيتين مع المطرب على شاهر وعوده الرنان لكي يغني لنا الأغاني الدينية والابتهالات الدينية والأدعية وأيضا المدائح النبوية فلاقت نجاح كبير وكبير جدا جدا يا أستاذ جميل حضرتك أثناء الحديث عن بداية تأسيس الصالون تحدثت عن جدك بدوي العالمي وأنت حسب معلوماتي أصدرت كتابا صحيح بخصوص الآثار الكاملة لبدوينا مودي أن نطلع على هذا الكتاب وماذا على أي زوايا صلت ضوء في حياة بدوي العالمي يعني أشكرك على هذا السؤال جزيل الشكر لأنه هذه من التجارب الحياتية التي أنا أعتز وأفتخر بها ودائما أذكرها بمزيد من السعادة وبمزيد من الإنبساط وبمزيد من الفخر أيضا جدي المرحوم بدوي توفيق العالمي ولد في مدينة اللد العربية سنة 1901 وتوفي في عمان سنة 1958 يعني عمر 58 عاما إنما هذا الرجل كان رجلا يعني ناشطا من الدرجة الأولى كان صحفيا يكتب للصحافة وكان شاعرا من يعني الشعراء المرغوبين والمقبولين بطريقة يعني كتير كتير أعجب بها الناس وبنفس الوقت كان أيضا نادرا لأوقاف أهل العالمي نحن أهل العالمي أننا أوقاف كثيرة بفلسطين وهو كان يعني أحد أعضاء اللجنة التي كانت مكلفة ببناظرة أوقاف أهل العالمي وكان مدرسا درس في معظم مدن فلسطين واستقر به المقام في مدينة غزة من سنة 1930 إلى أن جاء إلى ردن سنة 1957 بدو العالمي الحقيقة كان إنسان طموح تخرج من دار المعلمين في القدس تصور أنه يعني لما نقول سنة 1918 أستاذ محمد أنه كان فيه هناك دار معلمين بالقدس مدة الدراسة فيها من ثلاثة إلى أربع سنوات يعني تتكلم أنت عن جامعة جامعة ويعني كبار شخصيات الوطن العربي وفلسطين تخرجوا من هذه الدار للمعلمين وجدي المرحوم بدو العالمي تخرج منها واشتغل أستاذ في قدة مدر كما ذكرت في فلسطين كتب الشعر وكتب النثر وكتب أشياء كثيرة ولكن لم يتح له أن ينشر ولو كتاب واحد وبقيت الأسرة يعني من جدتي إلى والدي إلى أعمامي إلى أحفاد بدو العالمي تتناقل ذلك الصندوق من الورق المقوى الذي يوجد به كل آثار بدو العالمي شعرا ونثرا وكتابة إلى آخرهم فأنا قلت في عقلي تعرف حضرتك الحمد لله رب العالمي وشكر الله يعني أنا كاتب عندي حوالي 64 كتاب ألتعني يا مهدي العالمي هل يجوز أن هذه الآثار الكامل بدو العالمي أن تظهر كما هي في هذا الصندوق الكرتوني لا والله يجب عليك يا مهدي أن تتصدى لهذا الموضوع جيد أن العالمي لم تتخلص من هذا الكرتون الورقي بعد وفاته الحمد لله وأنا أشكرك عن هذه المداخلة يعني أنا وجه نداء إلى كل الأسر كل العائلات اللي عندها شعراء كثير من المثاق تتلف حتى في حياتك شخص لا تتفو دعم في رحلة الانتقال منه صحيح شعب تعرض للاضطهاد والبطش ونزحتهم وقلت جدك انتقل إلى عمان انتقل إلى عمان جاء من غزة إلى عام سبير 57 وعامل في التعليم في مدرسة سعيد العاص تقل إلى غزة من غزة إلى عمان إلى عمان لكن أنت بالأساس من اللد دلد هو ولد في مدينة اللد أهل العالمي لهم قصة أول ما استقروا في فلسطين استقروا في القدس ومنهم جماعة سكنت غزة وجماعة سكنت اللد فإحنا من ثلاث مدود في فلسطين لكن كلهم أبناء عمومة المهم سيد الفاضل الكريم أنه أنا أخذت هذه الآثار في إحدى أشهر رمضان قبل حوالي عشر سنوات وقررت أنه أنهي كتاب تصور أنه الكتاب فوق الخمسمائة صفحة يا أستاذ الكريم تحت عنوان بدو العالمي الآثار الكاملة 1951-1958 وقسبت إلى أربع قسام القسم الأول الشعر القسم الثاني النثر والمقالات القسم الثالث كتاب اسمه الدمع الأحمر والقسم الرابع المنوعات وجمعت فيه كل هذه الآثار وعملنا له حفل إشهار كبير جدا جدا في المكتب الوطنية والحقيقة بأنه حضر حفل الإشهار هذا عدد كبير من الناس وتم توزيع الكتاب وعملنا له حفل إشهار تاني في اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين والحقيقة بأنه الحمد لله رب العالمين أنا أشعر يعني بالاعتزاز والافتخار أنه جمعت آثار جدي ومثل ما قلت لك قصائد التي جمعتها أي لون من الحياة التناول شعر الحقيقة عامودي ومعظم هو شعر مناسبات وهناك فيه شعر غزلي وهناك شعر وطن كثير جدا جدا كتب بكل مراحل القضية الفلسطينية قبل التشرط جميل حضرتك قلت أنه الأساس انطلقته من اللد نعم 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 سيد الفاضل أنت أيضا أصدرت كتابا تتحدث عن اللد هذا الكتاب يحمل عنوان اللد أطر القصيدة الفكرة والداء فماذا قلت عن اللد فعلا أنك أنت يعني قارئ كل شيء عني فبارك الله فيك شكرا سيد الفاضل هذا الموضوع يعود إلى جمعية اللد الخيرية لأنه الحمد لله وبدون فخر أنا نائب رئيس جمعية اللد الخيرية والحقيقة بأنه عملنا ورئيس اللجنة الثقافية فإحنا في اللجنة الثقافية قلنا بدنا أشياء يعني تمجد وتخلد وتسلط الضوء على مدينة اللد مدينة اللد من أهم مدر فلسطين فيها أكبر مطار والمطار الأول يعني في منطقة الشرق الأوسط تقريبا وأيضا بنفس الوقت فيها أيضا أكبر سوق تجاري في منطقة البشرق العربي كان يعقد كل يوم إثنين وفيها أيضا أكبر محطة للسك الحديد لقدارات السك الحديد موجودة بفلسطين وفي المنطقة أيضا وبالتالي احنا قلنا طب لماذا لا نوجه ونصلت الضوء على هذه المدينة الاستراتيجية المهمة التي كانت في يوم من الأيام ولفترة زمنية طويلة عاصمة لفلسطين كلها فقلنا أول شيء بدنا نعمل مسابقة اسمها مسابقة أحسن قصيدة عن مدينة اللد العربية نعم وشارك في هذه المسابقة 22 شعر وشعرة جميل في أي سنة أقيمها هذه قبل حوالي 4 سنوات 5 سنوات فقلنا في عائلنا طب هل نبقي هذه القصائد هكذا ورق لماذا لا نقوم بتجميعها في الكتاب ففي الحقيقة هذا شرف إليه ومصدر الفخر واعتزاز أنه أنفقت على طباعة هذا الكتاب والستاذ الفاضل وجمعنا كل هذه القصائد في هذا الكتاب والحقيقة بأنه وزعنا جوائز الجائزة الأولى والجائزة الثانية والجائزة الثالثة نعم وكلهم من الشعراء اللي حضرتك أنت تعرفوا بنشاركوا بهذه القصيدة وكان الحقيقة عملنا لحفل إشهار كبير لهذا الكتاب وأيضا بعد ذلك قلنا نريد أن نعمل إحنا مصابقة تانية مصابقة أحسن مقالة عن مدينة الليد العربية أيضا شارك حوالي 27 كاتب وباحث وأديب بمقالات عن مدينة الليد وجمعناها في كتاب كبير تقريبا عدد صفحات وحوالي 300 صفحة وعملنا لهذا الكتاب حفل إشهار كبير وهلأ بعد ذلك قمنا يا سيد الفاضل الكريم بأن نعمل مصابقة ثالثة وهي مصابقة أحسن قصة قصيرة عن مدينة الليد وإنها شرط أنها تكون حصلت في مدينة الليد قبل الاحتلال أو أثناء الاحتلال أو بعد الاحتلال نعم والواقع أجانا 28 قصة ونشرناها أيضا في كتاب جميل قصة قصيرة عن مدينة الليد والآن هذه وثائق تاريخية ممكن تعتمد لتأصيل هذه المدينة طبعا أستاذ الجائزة والمسابقة مستمرة أم فقط مرحلية الآن هي مستمرة لأن طرحنا يعني أبل أسبوع المسابقة الجديدة هو مصابقة أحسن بحث عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مدينة الليد العربية قبل الاحتلال واليوم جريدة الدستور مشكورة نشرات كل شروط هذه المسابقة جميل حضرتك أيضا من المؤلفات التي كتبتها كسيرة ذاتية كتاب الأثار القلمية الكاملة للشريف الشيخ القطب محمد شمس الدين العالمي نعم هذا جدنا الأكبر من العائلة ذاتها نعم نعم فبدي أن نعرف منك من هو الشيخ القلمي الحقيقة أنني أنا كتبت كتاب تحت عنوان السيرة الذاتية للشيخ القطب الشريف محمد شمس الدين العالمي لحقيقة محمد شمس الدين العالمي هو جد عائلة العالمي طبعا هم يعني هو الجد المعروف المشهور نعم لأنه فيه أجداد قبله يعني من أيام الفتح الصلاحي إلى القدس إنما تسلط الضوء كثيرا كثيرا على هذا الشيخ الجليل الكبير الذي يعتبر يعني من إمام المتصوفين في منطقة فلسطين ومحمد شمس الدين العالمي مدفون الآن في الزاوية الأسعادية على قمة جبل التور في القدس وهذه طبعا من أوقاف آل العالمي والحقيقة بأنه إذا زرت هذه الزاوية الأسعادية التي تطل وتشرف على كل مدينة القدس منظر بانورامي جميل جدا يعني تشاهد منه القدس الحبيبة التي ندعو الله بأن تتحرر وأن نعود إليها إن شاء الله في أقرب فرصة ممكن إضافة إلى كونه شيخ جليل يعني من الناس المتصوفين ومن إمام المتصوفين كان يكتب الشعر جميل بعد رقم دكتور سنكتب بعد الفاصل معنا شيء عليهم أكتب بعد أهلا سهلا فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا أهلا بكم الجديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الأديب والناشط اليوردنيا دكتور مهدي العالمي أعود إليك في فرصة مدينة الله يخليك كنا نتحدث عن الشيخ العالمي نعم الشيخ محمد شمس الدين العالمي كان يكتب الشعر وإله تائي في السلوك الحقيقة من أجمل ما يمكن يعني وأنا قدمت ورقة عمل بحثي عنه في المنتدى المشيشية الشاذرية في المغرب في مدينة طنجة دعيت من قبل الحكومة المغربية لتقديم هذه الورقة لأنه من هو جد الشيخ محمد شمس الدين العالمي هو عبد السلام بن مشيش وعبد السلام بن مشيش هو أستاذه من؟ هو أستاذ الإمام الشادلي انظر إلى هذا المثلث الصوفي من شمال إفريقيا امتدادا إلى فلسطين لدرجة أنه يعني إخوانا في المغرب العربي أعجب بهذه أنتم في الأصول من المغرب من المغرب العربي نعم أتينا مع الفتح الصلاحي إلى فلسطين واستقر الوضع بنا بفلسطين وقلت لك أنه إحنا سكننا في سلعة مدن بفلسطين فقلت أقول لهم وكأن هناك يعني شعاعا يمطلق من القدس إلى جبل العلم في المغرب ويحمل معه العلم والمعرفة والتصوف والتدين جبل العلم في طنجة؟ جبل العلم الحقيقة في المغرب بالقرب من تطوان نعم نعم وقمنا بزيارة ضريح سيدنا عبد السلام بن مشيش هناك المهم أن الشيخ محمد شمس الدين العالمي له ولدين خلف ولدين الحقيقة وكلهما مشهور اللي هم الشيخ يعني عبد القادر العالمي وأخوه عبد السمد العالمي والحقيقة أنه كلاهما لهما يعني في القضاء الشرعي وفي التصوف لهما باع طويل جدا جدا وانبثقوا آل العالمي في كل مدن فلسطين من هذين الولدين والحقيقة بأنه آثار جدنا الكبير الشريف القطب محمد شمس الدين العالمي هي موجودة عندي وأنا أقوم بدراستها كل يوم وهي تتجاوز ألف صبحة أستاذ محمد ولكن لم أنشرها لغاية الآن لماذا؟ لأنه الحقيقة يعني تصادف لي مشكلتين المشكلة الأولى أنه هل أنشرها بنفس خط الشيخ محمد شمس الدين العالمي أو من كان يعني يطلب منهم أن يكتبوا هذه الآثار بخطهم لأنه أخذ جميل الحقيقة ولا أني أنشرها طباعة فقلت أنا لا أريد أن أنشرها كما هي هذا أولا ثانيا أنه بعض الآثار مع مرور الزمان سيد الفاضل الكريم يعني لا تجد من الكتاب كل الصفحات كاملة تجد يعني مثلا الكتاب إذا كان خمسين صفحة وتعرف صفحات من زمان كانت كبيرة وطويلة يعني أكبر من الأيفور أو بحجم الأيفور تقريبا تجد مثلا أنه الكتاب مئة صفحة تجد منه خمس وسبعين صفحة أبحث عن الصفحات الأخرى يعني تكون تالفة ليست هي تالفة هي بحالة جيدة الحقيقة بحالة جيدة وسوف أنشرها كما هي ونقوم بتجليدها يعني تجليد فاخر إن شاء الله غيرا من أن تظل هذه يعني في صندوق كرتوني كما كانت آثار المرحوبة دول العالمي نعم إن شاء الله في القريب العاجل سوف أعمل على نشرها إن شاء الله وسوف يعجب بها أناسهم كثيرون تصور أستاذ محمد إنه في من بعض آثاره الشيخ محمد الشبسدي العالمي موجودة في بغداد في مكتبة بغداد من المخطوطات الموجودة في مكتبة بغداد جميل والحقيقة أنا عندما قرأت هذا الكلام الحقيقة يبقى أني أنا سعودت كثيرا هل تواصلت مع المعنين في بغداد؟ لا والله لم أتواصل يعني أنا زرت الحقيقة من حوالي ثلاثة عواب أو عامين بغداد وقمت بتقديم برامج تدريبية لمصرف الرافدين ولكن كان الوقت ضيق فلم أتمكن من التواصل بأتوار أساس المهنة لحضرتك مصرف أنا بالتدريب المالي والمصرف لأني كنت المدير التنفيذي للتدريب في بنك الأردن إضافة إلى أنني أعمل بالتدريب في المجالات الإدارية والقيادية جميل هل ما تزال هناك آثار في المغرب في تطوان؟ لا الحقيقة بأنه آثار اللي هو الشيخ عبد السلام بن مشيش ليست كثيرة كتب عنه كتب كثيرة وأشاروا إلى الصلاة المشيشية وأشاروا إلى كثير من القصص والمكرومات التي تخص جدنا الكبير عبد السلام بن مشيش ولكن لم تنشر عنه هو بقلمه يعني إلا الصلاة المشيشية وبعض الآثار الأخرى إنما عموماً ما هي الصلاة المشيشية؟ الصلاة المشيشية يبعى عن مجموعة من الأدعية التي كان يرددها يعني الإمام الكبير الإمام التصوف في شمال إفريق عبد السلام بن مشيش وأثرت عنه ولا تزال لغاية الآن يعني تتردد هي أدعية فقط هي أدعية وبنفس الوقت يعني كتب عنها كثير من المشيشية طيب ماذا أطلق عليها الصلاة؟ هي في الحقيقة من كتر يعني ما إنه كان له مكان كبيره عبد السلام بن مشيش في قلوب الناس وكان يحضر بالمحبتهم واحترامهم وقاوم الاستعمار في المغرب العربي وسقط شهيداً أيضاً لذلك الناس يعني هذه الأدعية يسموها بعض الناس يسموها التصلية وبعض الناس يسموها الصلاة البشيش جميل يوميات فتى عماني أيضاً من أعمالي كلمة يا سلامي أزومة يمكن كيف هي يوميات هذا الفتى وماذا تخب حقائبه هذا الفتى هو الشخص الجانس أمامك الدكتور والد العامي المجهد الثقافي العماني أنا الحقيقة نعم الحقيقة بأنه أنا كتبت عن الفترة اللي هي من الطفولة إلى خلينا نقولها مرحلة الفتوة بعض الناس يسموها المراهقة الحقيقة بأنه يعني طرحت مؤسسة شومان المسابقة عن يوميات فتى نعم وأنا في الحقيقة أني تقدمت علي إلها ولكن قصتي لأنها كانت طويلة نعم هم طلبوا يعني عدد معين من الصفحات وعدد معين من الكلمات فاعتذروني أنوا والله يا أخو بهدي نحن عجبنا نعم ولكن لا نستطيع أن نشرها لأنها خارج شروط المسابقة قلت لهم معلش لذلك أخذتها إن شاء الله الكتاب هو في طريقه إلى النشر ممكن اختصارها يعني ما كانش فيه مجال في ذلك الوقت نعم إنه نختصارها وأنا أتقدم مرة تانية لكن هذه إن شاء الله عندما ستصدر سوف تكون لها إن شاء الله يعني صولة وجولة وضجة جميل هذا ما أتوقعه جميل تحدثت فيه عن مدرسة درار ربز الأزوار تحدثت فيه عن مغامراتي تحدثت فيه عن أيام البراءة والغرابيات وما شابه ذلك تحدثت عن جبل الويبدي وهو جبل الذي أنا عيشت فيه نعم تحدثت أيضا عن دراسة الإعدادية وبداية الدراسة الثانوية وكيف أني يعني تحولت من إنسان يعني عادي في طموحاته إلى إنسان طموح والحمد لله رب العالمين قدرت أحقق كل أهدافي ترى أستاذ يعني من الشئ الأشياء جميلة إنه الإنسان دائما يجب أن يكون عنده تصور يجب أن يكون عنده رؤية يجب أن يكون عنده تخطيط للمستقبل صدقني صدقني أستاذ محمد وأشكرك على السؤال المتعلق بي يعني يوويات فتن عماني بإنه كل ما كنت أحلم فيه بهذه المرحلة لإنه تحقق والحمد لله رب العالمين يعني جميل فست بجائزة القدس الأولى من اتحاد الكتاب والأدباء الأدنيين سنة 2021 نعم عن البحث المعنون جذور العشق المغربي للقدس الشريف نعم أريد أن نتتبع معك هذا الجذور يعني والله يعني الحقيقة بإنه هاي أيضا من الإنجازات التي أعتز وأفتخر فيها في حياتي يعني حصلت فيها على الجائزة الأولى أيضا أنا معلش إذا سمحت لي اللي هي جذور العشق المغربي للقدس الشريف الحقيقة بإنه يعني بكل الفخر و بكل الاعتزاز حصلت على الجائزة الأولى فيها نعم والحقيقة بإنه حضرتك عارف بإنه إخواننا المغاربة حفظهم الله وأطال في أعمارهم نعم ساهموا مع الفتح الصلاحي نعم لأنه عندما قرر صلاح الدين الأيوبي نعم المغفور له ذلك القائد العربي الإسلامي العظيم آمين عندما قرر أن يقوم بتحرير القدس وتحرير فلسطين أرسل إلى كافة الدول العربية والإسلامية لكي يرسلوا له المدد من الرجال ومن السلاحي وكل أنواع البدد المطلوبة لمعارك كبيرة سوف يخدها هذا الجيش الصلاحي الكبير نعم وكان في المغرب العربي الحقيقة سلطان يعني يساطر صلاح الدين في حبه للقدس وبالتالي أرسل عددا كبيرا من السفن وأرسل عددا كبيرا من الجنود من ذوي البأس الشديد ومن ذوي الدربة والميران في الحروب والمعارك والذين ساهموا مساهمة فعالة في معركة حبطين التي قادت إلى تحرير القدس وبعد ذلك ومن كثرة أن أدخل السرور على قلب صلاح الدين الأيوبي ذلك القائد الكبير الكبير قال سوف أقطعكم لأوقاف هي لكم داخل القدس منها حارة المغاربة التي قام بتدميرها المحتل الإسرائيلي سنة 1967 بعد احتلال القدس بسويعات قليلة منها أيضا باب المغاربة ومنها أيضا بعض المساجد المغربية التي هي هناك وبالتالي أقام هؤلاء الناس في المغرب هنا نجد بأنه صار في علاقة بين المغرب العربي وبين القدس الشريف وبالتالي كان ذكيا اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين أياما كان رئيس الاتحاد الأستاذ محمود رحال الحية إذ طرح هذه المسابقة وأنا تشرفت بمشاركة فيها لم أكن أتوقع أن يسوف أحصر على المركز الأول وبالتالي كتبت هذا البحث وضمنت في الحية كيف بدأت القصة وضمنت الآثار المغربية ضمنت أيضا تلك الآثار المغربية المطاعمة بالتطعيمات الأندلسية نعم لأنه بحد التكارف أنه في علاقة قوية بين الأندلس والمغرب والتي وصلت إلى القدس ضمنت عن الرحالة الذين وصلوا إلى القدس المغاربة وضمنت أيضا عن بيت مال المسلمين ضمنت أيضا عن إنقاذ القدس والتبرع للقدس والمحافظة على تلك الآثار المغربية وعن العائلات المقدسية التي تمتد جذورها إلى جذور مغربية فكان الكتاب كتابا جميلا إلى درجة أنه طلبت مني إحدى الجهات التي سوف تقوم بمهرجان مغربي في إسطنبول كان المفروض أني أنا أكون الآن في إسطنبول لكن تأجل المهرجان أن أقدم هذا الكتاب كورقة علمية من ضمن فعاليات هذا المهرجان جميل يعني ترتم موضوع المهمة نعم الحفظة نعم سيد الفاضي يعني عندما نقرأ عن القدس نعم تاريخيا تغرافيا اجتماعيا دائما عندما ترد مفردة حالة المغاربة نعم بوابة المغاربة نعم يعني يرد سؤال إلى أذهاننا نعم أنه في زمن الفتوحات نعم يعني جاءت فصائل كثيرة من كل البلدان العربية وبلدان الإسلامية صحيح لا سيما من العراق من الشام من مصر نعم قاتلت مع السلطان صلاح الدين الأيوب صحيح لماذا خص المغاربة فقط بهذه التسمية أعتقد أنا من خلال بحثي ومن خلال دراستي وقراءاتي لأنه جاء هؤلاء من أقصى أقصى العالم العربي نعم جاءوا من المغرب الأقصى انظر إلى تلك المسافة البعيدة نعم ما بين المغرب العربي وفلسطين هذا رقم واحد رقم تنين أنه لاحظ القائد الكبير صلاح الدين الأيوبي ذلك البأس وتلك الشدة وتلك الشجاعة وتلقى القوة تلقى لأجدادك الحقيقة هذا ما قرأته أنا في الكتب هذا ما قرأته في الكتب في الحقيقة لدرجة أنه قال أنه أنا أريد أن أبقي هؤلاء المغاربة الذين يعني من الجيش المغربي من المدد المغربي الذي جاء من المغرب أريد أن أبقيهم للمحافظة على القدس بعد تحريرها فهم يثبتون في المعارك نعم وهم يتمتعون بدرجة عالية من القوة وهم أيضا عندهم بأس شديد وعندهم حب وانتماء لهذا المكان الذي يقدس كل المسلمين جميل حضرتك يعني أيضا كتبت في سايكولوجية الإعلام الفعال أثناء الأزمات نعم والكوارث وحضرتك تعرف أن أمتنا من عقود طويلة تمر بأزمات وكوارث صحيح وكثير ما انتقد الإعلام لا سيء الإعلام الرسمي بأنه لا يمارس الدور المطلوب بل بعض وسائل الإعلام كانت تتبنى منهج الأعداء هذه الأمة بيدي أن من خلال هذا البحث من خلال هذا العمل أن نطلع من خلالك يعني كيف ترى دور الإعلام الآن أمام هذه الكوارث التي تمر بها الأمة والأزمات بارك الله فيك على هذا السؤال لأنه ذكرتني بموضوع إدارة الأزمات وباللغة الإنجليزية لكرايسيز مانيجمين نعم لأنه الكتابين في إدارة الأزمات إضافة إلى ورقة عمل الكتاب الأول الوصاية المائة في إدارة الأزمات والكتاب الثاني صدر حديثاً الوجيز في إدارة الأزمات نعم أو المسألة الأولى إنه الإدارة الحقيقية للأزمة هي أن نتقي حدوث الأزمة وأن نحنون حدوثها نعم وأن نسعى بقدر الإمكان إلى معالجة الأخطاء الصغيرة والهفوات والكبوات والنبوات والأخطاء المتكررة وما شبه ذلك من أجل أن لا يكبر مالون الأزمة نعم فينفجر في يوم من الأيام الطريقة إلى نعالج أي خطأ بحصل في حينه وهو صغير وهو صغير نعم بكل أسف بكل أسف أنا وجدت من خلال قراءة ومطلعات وكما تفضلتم حضرتكم نعم بأنه كنا دائماً نحن العرب يعني يجانبنا الصواب ولا يقف الصواب إلى جانبنا في معالجة الناحية الإعلامية بأي أزمة فإما أن نبالغ أكثر مما يجب نعم وإما أن نخفي المعلومات وإما أن نتريث فلا نقول الحقائق في موعدها نعم وإما أن نكون مغيبين وبالتالي هذه الأمور يجب أن نأخذها بعض الاعتبار الأمر الأول اختيار الناطق الرسمي للأزمة نعم ويجب أن يكون هذا الناطق الرسمي عن الأزمة إنساناً معتدلاً إنساناً مزوداً بكل المعلومات التي تعلق بالأزمة رقم تنين أن نقول الحقائق كما هي وأن لا نخفي الحقائق عن الجماهير نعم نستطيع أن نتصرف بأسلوب إلقاء هذه الحقائق وتقديم هذه الحقائق إنما يجب علينا أن لا نلون ولا نقوم بإجراء الديكورات لهذه الأزمة وأن نقول الحقائق كما هي وفي أجمل ما يمكن وبنفس الوقت من الأشياء المهمة المهمة بموضوع الأزمات بأنه إحنا بعض المرات نلجأ إلى إدخال العواطف نعم من ناحية الإعلامية في موضوع الأزمات وهذا أمر لا يليق فينا كإعلام نعم شاهدنا في ذلك ومختصر الحديث أننا إذا أردنا إعلاماً جيداً للأزمات أن نعلن عن الحقائق كما هي طيب كيف ممكن أن نتجرد من العاطفة وأنا كإعلامي مثلاً أرى أهلي يذبحون فيه لا سيما في فلسطين في العراق في الشام كيف ممكن أن تجرد من العاطفة هذا سؤال جيد هذا سؤال جيد يعني الصورة تنطق عن ألف كلمة الصورة تنطق عن ألف كلمة الآن إلى جانب الخبر الصحيح والخبر الحقيقي والخبر الموثوق نعرض الصور لنجعلها تتكلم في مسألتين مهمتين جواباً على سؤالكم المسألة الأولى الأرقاب متتكلم أكبر أكبر طريقة لي أن يقول الإنسان ما هي حجته في موضوعنا المواضيع هي أن نقدم الأرقاب إذن أنت تقصد أنه لا تدفعنا العاطفة لفبركات الأخبار بالضبط يعني أنه إحنا نحاول بقدر الإمكان أنه نقدم الصور كما هي الصورة والمشهد زائد الأرقاب هي تحكي وتدين بالضبط زائد الأرقاب حضرتك يعني انتقدت الدراما أو تناولت الدراما الأردنية صحيح يعني صلت الضوء على جوانب الضعف فيها صحيح يعني أشرت إلى سبب الضعف أنه ضعف الأساس هو عدم دعم الحكومة للمؤسسات الدرامية طيب ربما ينبري أحد أو شخص آخر قل لك أنه هناك دول لا تدعم الحكومات لا تدعم الدراما لكنها دراما متطورة جدا وفاعلة وناجحة مثل دول أوروبا أمريكا الهند تركيا مصر مثلا شركات خاصة صحيح نعم والله هذا المقال أنا كتبته في الحقيقة كتبته أظن في كتابي المشروع النهضوي الأردني نعم جمعت مجموعة من المقالات التي لها علاقة بالنهضة ولا شك بأن الدراما والفنون والثقافة لها علاقة بالنهضة هو المقال الرئيسي في هذا الكتاب تحت عنوان المشروع النهضوي الأردني وتحدث فيه عن 20 مشروع يجب أنه إحنا نقوم فيها حتى نحدث النهضة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هلأ نعود إلى الدراما أستاذ محمد وحضرتك يعني سيد العارفين بهذا الموضوع الدراما الأردنية جاءها وقت من الأوقات كانت تعيش في عصر لا أقول الذهبي وإنما أقول ألماسي فعلا نعم ولازلنا لغاية الآن نتذكر تلك الأعمال الدرامية والمسلسلات التلفزيونية التي كان يشاهدها كل الحرب من المحيط إلى الخليش وكانت كلها عبارة عن جهود شخصية لا سيمة على فضل الثمانينات نعم كلها جهود شخصية وبشكل خاص المسلسلات البدوية والمسلسلات الوطنية والمسلسلات الاجتماعية الدراما الأردنية برموزها من المبثلين من المخرجين من كتاب السيناريو من كتاب القصة بكل ثقة مرت في عصر الذهبي إنما تراجعت وتراجعت كثيرا لدرجة أنه الآن لم نعد نشاهد أي مسلسل إلا ما ندري يعني في بعض الأعمال حقيقة تستحق الإشادة بها إن معموما لو قررنا الوضع اليوم بالوضع أيام زمان نحن في أزمة لماذا اقترحت أنا ضرورة الدعم؟ عندما كتبت هذه المقالة ولغاية الآن لا يزال هناك عدد كبير من الناس يقولوا نحن نريد اقتصاد السوق ولا نريد للحكومة أن تتدخل بشيء ونريد للمنافسة أن تكون منافسة يعني شاملة وكبيرة وعليكم يا أيها الداخلون إلى السوق أن تعيشوا في حالة من الحرية وعدم التدخل الحكومي لا مساعدة ولا تدخل فسألت نفسي هل كل اقتصاديات العالم متجابة؟ هل نحن مثل الدول المتقدمة؟ نحن لا نستاذة ولا متقدمة نحن من الدول النامية التي تسعى بجد نحو النهضة فما هو الحل؟ قلت في عقلي أنه إحنا حتى نشجع الناس على المشروعات الاقتصادية والدرامية والفنية لماذا لا تقوم الحكومة ليس مساعدة؟ لا أريد مساعدة لماذا لا تقوم الحكومة بتأسيس شركات للأفلام للأفلام التلفزيونية للأعمال الدرامية وتكون هي مساهمة وإذا ربحت تصنع نوع من التنافس وإذا ربحت تصنع نفسها دخلا حتى تشجع الناس تشجعك وتشجعني لكي مساهمة في هذه الشركة يقول نوريد شركة مثلا للإنتاج الدرامي برأس مال مثلا خلينا نقول عشر مليون وتساهم الحكومة بمليون أو مليونين الناس يروا أن الحكومة تقوم بمساهمة نتشجع أنا وأنت تتشجع وقول الناس يتشجعون بذلك وعبله شركة وفاشلت بكل أسفل أنا سعيد جدا بهذا التناغم الجميل شكرا لك الأجيب والناشط الأردني شكرا لك على هذا الحديث أنا أشكرك أشكر فضاءات أشكر هذه القناة الرائعة أشكرك جزيل جزيل شكرا على إتاحة الفرصة أمامي لكي أظهر في هذا المرنامج أشكر فريق العمل الذي يحيط بنا المصورين والمنتجين والمخرجين وكل الشباب الله يعطيهم ألف ألف عافية ويسأل لنا لقاءات أخرى شكرا لك وأدعوكم دائما إلى صالون الثقافية أستاذ لا تشرف ويسعدنا ويسعدنا شكرا لك كل سكر دكتور مهدي شكرا لك شكرا لك أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم